أنا كدولة هل أقدر أمنع أي سفينة من المرور أو لعبون في قناة سويس في حالة واحدة بس في حالة حرب عندما يكون هناك بين وبين أي دولة حرب أمنع أبعث لأم المتحدة أقول لهم خلوا بالكم مش هدخل السفينة دي ولا تعبر لأننا معزي الدولة في حالة حرب فيما عادة ذلك لا تستطيع مصر إنها تأخذ هذا القرار ليه ما تستطيعش بعض الدول وبعض الناس بيروجوا لحاجة غير دقيقة وغير صحيحة وما نقدرش كدولة مصرية نعملها ليه؟ لو عملتها يتحول أو تتحول قناة السويس من ممر ملاحي أنت مسؤول عنه إلى تدويل خلي بالحضراتك كلام ده في منتغى الخطورة إلى تدويل قناة السويس ما تبقاش أنت مسؤول عنها ليه؟ هيقول لك آه أنت هنا بتعمل تمييز ما بين السفن اللي بتعبر القناة وهذا أمر مخالف للاتفاقية التي وقع اللي إحنا ملتزين بيها ووقعنا عليها اللي إحنا بنحترمها وبنحافظ عليها إحنا بنحترم وبنحافظ عليها في ناس عايزين هذا الأمر يحدث الآن أن يتم تدويل موضوع قناة السويس وبالتالي لكن لن يحدث أنا أقول لك لن يحدث لأن الدولة دي معنية بحماية وتأمين القناة واحترام اتفاقياتها ومنها اتفاقيات القسطنطنية القسطنطنية عام 1888 وقتها بريطانيا كانت تحتل مصر فرنسا كان لها النصيب الأسد من الأسهم في قناة السويس وتم وقعوا الاتفاقية دي مع بعض والروس دخلوا والألمان دخلوا والنمسا دخلت وقتها والدولة العثمانية دخلوا في هذه الاتفاقية ثاني 1888 بتقولين الاتفاقية دي؟ بتقوليني؟ عشان نبقى احنا على بينا بس الاتفاقية دي 17 مادة ثاني 17 مادة هروح لكم الأول مادة وأول فقرة في المادة الأولى فقط أول مادة والفقرة الأولى في المادة الأولى هي فقرتين المادة الأولى ولكن خلينا في دي اللي احنا ملتزمين ومستمرين ومحدش هيغير هذا الأمر على الإطلاق ده ممر ملاحي دولي في تاني بقول له حضراتكم لا تستطيع لمصر أبدا إنها تمنع برأي سفينا إلا في حالة حرب